موسيقى خصوصا مع شهر رمضان عثا تزايج يعني يزيدوا أضعاف أضعاف الغلاة يعني تجارتهم يعني يحبوا يعني الغلاة يعني في أيام رمضان بالذات تجارتهم يعني يحبوها وأرباحهم في شهر رمضان والحكومة راضي في هذا الكلام على الرغم من الحالة الاقتصادية المتردية التي أرهقتهم إلا أن الاستعداد لاستقبال هذه المناسبة يعدونه ضرورة مواكبة لهذه الأيام حتى وإن وجدت تجار فرصة لاستغلالهم ورفع أسعار المواد والسلع الأساسية في ظل عدم وجود أي رقابة حكومية وعدم متابعة الأسواق التجار والله لحد الآن نحن مش عارفين عليهم رغبة وما عليهم غير يطلع وينزل الراجل الأسعار مش فاعة قدنا مش بالمواطنين الرواتب متخرة رواتب الناس متخرة وهذا تسبب يعني مع قبل شهر رمضان البارك والناس يعني في حاجة ما السائلات ثمين بيوتهم ساعدان شهر رمضان البارك لكن الأسعار في ارتفاعات من سمرة دانية بين روحانية المناسبة وموجة الأزمات التي ارتبطت بها أعتاد اليمنيون على تجرع مرارات العيش وغصته خصوصا في المناسبات لكن ما يخفف عنهم في رمضان هي الاعتقاد بفكرة الارتباط الروحاني بهذا الشهر الفضيل كمناسبة للاحتفاء لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر